الاخوان السلام عليكم انتم من الجامعكم بخير وعلى خير الاخوان واحد الخبر كتير منكم مفرصوش هو انه البارح جوي المغرب او الوران المغرب واحد العمارة من العمارات في المجمع دينا واحد السيدة في السيزيامي طاج عيطت على الاسانسور الاسانسور تحل الباب والكابيني دي الاسانسور مازال في السفلي لنك تحل الباب هي بلما تشعر ارمات رجالها باش تدخل الاسانسور لنك عبطت من السيزيام احتل السفلي طحت وفي الدهب نيتها صغيرة للاسف اليوم كنسمعوا انه سيدة رات وفات ان لله وان اللي راجعون فبيتغلين خبركم وطلبينكم اشتردوا البال وطوصي وليداتكم انسان ما يدخلش الاسانسور حتي تأكد انه فعلنا راكين الاسانسور مشا غير الباب تفتحوا والكابيني دي الاسانسور مازال كما سمعتو في المقدمة ختي المغربة والجالية المغربية في كل مكان السلام عليكم وتحية طيبة للجميع هذا كان توضيح ديال الحادثة الاليمة ديال سقوط سيدة مغربية وطفلة ديالها مسعد ديال عمارة بإحدى المجمعات السكنية بمدينة طنجة عمارة اجيال واحد على ما اظن او المجمع السكني اجيال واحد اه هاد الخبر يعني داولوه بزب ديال المواقع المحلية ديال مدينة طنجة وهاد الاوديو يعني يوضح الحقيقة الكاملة قبل ما نمشيو التفاصيل كانت منا يعني ندعيوه مع السيدة بالرحمة والمغفرة باسمي وباسم جميع متابعي اه قناة عثمان برسلونة كانت تقدموا بتعازي الحارة العائلة ديال المرحومة اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيحة جناتك مع الطيبين وصديقين والشهداء والصالحين وحسنا اولئك رفيقة كما قلتكم بزب ديال المواقع المحلية ديال مدينة طنجة يعني هضروه على هاد الحادثة اه لكن اه حسب عندي هنا جو ديال المواقع كي قلوب اللي سيدة كانت في المصعد والمصعد يعني طاح بهم اه سيدة يعني كانت يعني تعرضات اصابات بليغة نقلت على اترها للمستشفى وتما يعني اه وتوفات في المستشفى والابن ديالها يعني البنت ديالها عفوان او الطفلة اه هاد السيدة خلت بعد ثلاثة ديال الولدات اه الطفلة ما زالت يعني في المستشفى السيدة يعني تم الدفن ديالها يعني اليوم بعد صلاة اه العصر اه هاد الفيديو غاديكون توعى وياخوته وكانت منها كانت من البرتاج دياله لان اه بزاف لا لا ابناء الجالية المغربية ولا اه المغاربة يعني المقيمين بالداخل يعني ساكنين في مجمعات سكنية خاصة ديال المجمع ديال السكن الاقتصادي يعني اه صراحة مشكلة بحال هذا مخصوش يكون يعني اللي ادب الوفاة اه ديال هاد السيدة يعني السينسور العملية هو ان السيدة يعني عيطات السينسور السينسور طلع الفوق اه السيدة ما انتبهتشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس يعني ماشي كانت داخل أسنسور وأسنسور يعني وقع شي عطب تقني ونزل بهم أسنسور نعم يعني الأسنسور ما كانش طلع خاوي يعني مشكل بحال هذا مخصوش يكون أخوتي في المجمعات السكنية مخصوش يكون هات المشكلة ولهذا يعني الرسالة دينا والنداء دينا يعني خاصة للأبناء الجالية المغربية المغاربة أجمعين يعني نردوا البال نردوا البال نبهوا لداتنا وردوا البال حتى احنا حتى الوجدات دينا يعني احنا دا بكنا نقضي العطلة الصيفية الأغلبية دينا يعني شاريين يعني في سكن اجتماعي وسكن اقتصادي الرسالة دينا وهو أننا نردوا البال نبزاف نبهوا لداتنا يعني نوقفو حنا حتى نشوفو ذاك أسنسور بما أنه كنا هاد المشاكل كتوقع فنردوا البال حتى يوصل حدنا ذاك أسنسور ويتحل ونشوفو على أن المسعد طلع عاد ندخلو أخوتي نبهوا لداتنا بزاف حتى هاد السيدة مسكينة مع عمرة كانت تظن أنها كانت قادي تتيح في هذا الفخ هذا اللي أدى يعني بالوفاد ديالها دائماً كتكون أول مرة لهذا نردوا البال بزاف حتى الناس المسؤولين يعني المسؤولين على هاد المجمعات السكنية يعني يردوا البال حتى هما بزاف يعني فيما كان شي خالل شي مشكلة ولا هذا يعني يردوا البال يعملوا إعلان في البيبان ديال المصاعد وفي البيبان ديال العمارة أنتم ما قاتشوفوا أخوتي لا حول ولا قوتي إلا بالله العلي العظيم مهم رسالة ديالنا وهو أننا نردوا بالنبزاف وننبهوا ولداتنا بزاف ونذكركم بالخبر اللي قلتكم نشره بزاف ديال المواقع المحلية ديال مدينة طنجة ولكن كان خطأ يعني هنا تقول هذه الصحيفة تقول بعض تعرضها لإصابات خطيرة وفاة سيدة في حادث سقوط مسعد بمدينة طنجة هنا وحسب مصادر مطلعة فإن ضحية وابنتها كانت في مسعد عمارة بالمجمع السكني أجيال بطريق المحطة الطرقية قبل أن يسقط بهما بسبب عطل تقني وتعرض لإصابات بلغة يعني ماشي سقط بهم المصعد بل السيدة المرحومة يعني عيطات على المصعد ولكن طلع خاوي الباب تفتحت وخا ما طلعش الباب تفتحت من تفتحت البل يعني مشكلة بحال هذا ما خصوش يكون معرفش أنا واش كيكون نصي هذا السؤال كنترحو واش يعني بجميع المجمعات السكنية يعني كتكون داك المراقبة ديال المصاعد للا بحال هنا احنا وقيلة كل مرة في شهر أو لهذا كيجي دائما تقني وكيقوم يعني بمراقبة واش كنش خلل واش كنش هذا وإذا كان شي مشكل في أسينسور كتلقى يعني أسينسور يعني سينطة مضروب أو لهذا يعني ما يتحلش واخد تسكي عليه ما يتحلش وهذا شي اللي يخصو يكون لأن الوليدات ماشين ماجين كيطلعوا هذا أنا الصراحة في الرأي ديالي الشخصي ما خصوش يكون هاد المشكل هذا وما عرفش أنا شكو كيتحمل المسؤولية صراحة المهم اللي يعلينا احنا ووردوا البال رأسنا والوليداتنا هوا وقع أنا معمري سمعت يعني بشي حادي تبعها لدي احنا سمعنا بيها المسعد كيت طيح ركبنا فيه هاداسي ولكن باش يطلع بدون مسعد يعني الباب والباب التحل ما خصوش يكون هاد القادية وإذا كان خاسر بعد خصو يكون بلوكي ما عارفش يعني نصي مربما يكون تحقيق من بعد وتبالي حقيقة ولكن اللي وقعوا هذا أن المسعد طلع خاوي السيدة قد مات رجلا فإذا بها يعني نزلات مسكينة الأعمار بيد الله ولكن كتكون أسباب يعني يخص نرد البال هذا السيدة كان مكتب عليها أنها يعني توفى بهذه الطريقة توفيت سيدة بعد سقوط مسعد عمارة كانت داخله ليلة أمس السبت من منطقة المجمع الحسني بطنجة بعد إصابتها بجروح بلغة وخطيرة في وقع أطارت حزن ساكنة الإقامة السكنية وتفير المعطيات التي توصل بها هذا الموقع النضحية كانت رفقة ابنتها داخل مسعد بإقامة سكنية لا تبعد كثيرا عن المحطة الطرقية قبل أن يتعرض المسعد لعطال ويسقط بقوة في مشهد مرعب نوح نسمعنا يعني سيد من الساكنة سيد اللي خلنا لكم قوديو اللي كان شكراه من هذا المنبر ومن الساكنة وكين يعني ناس اللي بقيمين هنا حتى هو مشارين في هذا المجمع السكن يعرفين الحقيقة الكاملة اللي هي هذي اللي شاركناها معكم ماشي المسقط باش المسعد سقط نو بل طلع خاوي فيما سمعنا يعني في الول ديال الفيديو وهنا وتعرضت الضحية لنزيف حاد بعد إصابتها بجروح خطيرة قبل أن يتم نقلها نحو المستشفى في حالة حرجة لتفارق بعدها بعض لحظات حياتها متأثرة يعني بنزيفها الحاد يعني الحقيقة هي المسعد لأخاوي اللي وقع هو هذا قدر الله وما شاء فعلا غير هو من هات الفيديو اللي كانت منها البرتاج دياله يعني على أوسع نتاب غيرها يوصل باش الناس ترد البال يعني إذا وصل هات الشي كيوصل يعني الخبر كيوصل لناس كاملين فالناس يعني كتعمل احتياطة ديالها كترد البال ديالها يعني الناس ميكت تسمع يعني الخبر على هات الشي كل شي كيبقى صافي وقع هات الشي دائما بقى نطلل واش كينتم ولا ما كينش سمي يعني المسعد واش طلع ولا بطلعش هات الشي مخص شي يكون الصراحة وكانت منه يعني أنه يتحل التحقيق ونشوف شنو قع بالضبط يعني الهدف من هات الفيديو وهو نوعيه الناس يعني فيديو للتوعية رضوا بنا بزاب خاصة نحن مقابلين يعني على السفر إلى المغرب لقضاء العطلة الصيفية مع الأهل والأحباب ديالنا ولهذا وردوا البل لأن الأغلبية ديال الأبناء الجالية المغربية يعني شاريين بارطمات في هذه المجمعات السكنية السكنية يعني السكن الاجتماعي والسكن الاقتصادي وهذا المشكل راح يقدر يوقع لأي واحد في ناختي مهم أنا ما نطورش عليكم الزاف أنتم ما سمعتوا شنو كين مرة أخرى المرحومة الله مغفر الله ورحمها واسكينها فاسيحة جناتك مع الطيبين وصديقين وشوذائي والصالحين وحسنا أولئك رفيقا خطيط الله لفرسكم أمسيا سعيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته